سلام الله على جميع المشتركات والمشتركين في القناة اليوم راح نديرو فيديو مشترك انا واختي الصغرى لبوز اللوف هي درته لكم فلاكوكوت وانا درته اروتي هذا هو البوز اللوف التحا الروح البوز اللوف اللي درته انا درته اروتي راح تشوف ونشوفه مع بعضنا البنات طريقة التحضير طريقة سهلة ما هيش معاقدة نبدو على باركة الله بسم الله كما راح تشوفوه عندنا رأس كنا شبطناه نظفناه بطريقة جيدة تماما نخليلكم الرابط في صندق الوصف كيفاش تشبطوه بطريقة جيدة ومضيفة هنا بعد ما نظفنا البوز اللوفتنا راح نروحو باش راح نستعملو يعني كتوابل وراح تشوفو عندنا كي ما راكم تشوفوه عفوان ثوم ورقة ترند عندنا التوابل ملح فلفل اسود وكمون هنا راح نستعملو في البوز اللوف كي ما تشوفو راني نقسم في الثوم هايا كي بالاشتراك ماغتي في مطبخ واحد نكملو الوصف مع بعضنا البنات راح تشوفو لوحة الثوم لوحة عليه الملح والفلفل اسود والكمون هنا لوحة عيني ميزاني صراحة حوالي ملعقة ونصف ملعقة صغيرة كمون وشوية فلفل اسود كي ما تشوفوه الرست كلش مع بعضها مليح الثوم والملح والفلفل اسود ومن بعد بديت ندير في الدرسة هذيك فلفل البوز اللوف حاولت نثقب الراس كي ما تشوفوه ثقبته بالسكين مليح من بعد راح نلح ثوم للدرسة الثوم يعني درسة الثوم ملح وفلفل كحل وكمون من بعد نضيف الماء ضروري اني نضيف الماء ونجيب سينة ملح تشكل خليت سنة درتها شراحة كي ما كم تشوفوه ورقات ووريقات ترنت كنت قطعتهم كي ما شتوه طرف طرفه ولحتهم من بعد راح نغطي هذك البلاطو مليح بالبابي اليوم نحاول نغلفه مليح بش ما يخرش لهوا ونحطوه على النار قاوية لكن في الدرسة الاوسط ونخليه مرة على مرة نشوفه هنا راح نطلع اليه كي ما كم تشوفو ملح تش الزيت نسيت يعني نسيت في المرحلة الاولى اللح كمية صغيرة برك نسيته في الضربة الاولى من بعد جبته راح نتأكد انه مازل شوية باش يزديه طيب نضيف شوية برك الزيت يعني منيش راح نكثر وكي ما كم تشوفو هنا راح ننتأكد اذا طابوا لا ما زال هنا ما بقالوش بزاف وطلوا عليه مرة على مرة يعد ينشوف هذك الماء خاطر لكي نشوف راح يتحرك لكم هذك البوز اللوف وعاو ترضيته حتى تأكد انه طاب تماما كي ما راكم تشوفو هنا كي كفت عرفيه طاب محات قيسي تحسي انه البوز اللوف واللحمة هذك والعظم في سعي تنحو على بعضهم هذي هي الطريقة كما كم تشوفو نعطي لكم فيديو هذا هو البوز اللوف روطي يا البنات ستقوني ذوقه روعة 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 وكي ما قلت لكم درتها بالاشتراك مع أختي الصغرى أختي الصغرى درت لكم فلاكوكوط طريقتين مختلفتين شوفوا الطريقة تاعي والطريقة تاع أختي واللي جاتكم سهلة وجاتكم بنينا قولونا في التعليق هذا كتحتي أنا وأختي يلا بنات نوني فيديو جديد حلولة مالح السلام